اشتركوا في القناة سعادة وزير الخارجية كلمة إلى المنتدى اوضح فيها بأن مملكة البحرين تؤكد على أن علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين روسيا الاتحادية والدول العربية علاقات متميزة تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والمصالح المتبادلة وهي ذات أهمية حاسمة للاستقرار والأمن والازدهار على الصعيد العالمي وقال سعادته أن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي تقدم لنا فرصة مثالية لتعزيز تعاوننا وأعرب أيضا وزير الخارجية عن التقدير للدورة الجيوسياسية البارز الذي تقوم به روسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط وما تبذله من جهود للتعامل مع كافة الأزمات والتحديات التي تواجه دولنا العربية والتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين في هذا السياق وقال الزياني إننا على ثقة بأن روسيا الاتحادية كعضو دائم في مجلس الأمن قادرة على أن تسهم في إحلال السلام في المنطقة وتخفيف حدة التوتر الحالي من بينها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معربا عن الشكر لمبادرة روسيا بتقديم مشروع قرار يطالب بوقف الحرب في قطاع غزة وتأييدها للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص وجدد الوزير دعوة مملكة البحرين إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا عبر الحوار بما يحفظ مصالح الطرفين والأمن والاستقرار في العالم وأهمية تجديد اتفاقي تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بما يضمن الأمن الغذائي للدول المتضررة معربا عن الأمل بأن تكلل أعمال هذه الدورة بالخروج بتوصيات وقرارات تعزز من علاقات التعاون العربي الروسي من أجل التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية وتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة تاراكا